مباراة مبارح مباراة مبارح بالرغم أن نادي الاتحاد نادي كبير بقدم مباراة جيدة جداً لكننا على المستوى الفني أعتقد كنا أفضل من مباراة القمة أمام نادي الزمالك على مستوى التفاهم على مستوى الاستحواز على مستوى المباراة تلعبت تقريباً بنفس التشكيل مع عادة أجايه فلعبة النادي الأهلي قصروا الحتة دي بصراحة قصروا الحتة دي أنهم كانوا فعلاً على قد المسئولية كانوا مركزين بشكل كبير جداً والتركيز دايماً يا جماعة بنتكلم عن التركيز التركيز تشوفه في آخر دقائق التركيز تشوفه بعد الديئة 85 بعد الديئة 80 ده بيباني معدن اللعيب ومعدن الفرق وده من يتعودين عليه مع النادي الأهلي الجزء الثاني اللي عايز أتكلم فيه اللعيبة كمان افتقرت افتقرت كمان كلمة الكابتن محمود الخطيب نفتكر مع بعض ان كابتن محمود الخطيب احتفل مع اللعيبة والجهاز الفني والمجلس الإدارة في النادي الأهلي في التتش بعد الحصول على البطولة الأفريقية كابتن الخطيب قال ساعتها قال جملة مهمة جداً قال ايه انتوا قدمتوا قال للعيبة طبعاً والجهاز الفني قدمتوا شيء كبير لجماهير النادي الأهلي ولنفسكوا اللقب الأفريقي لقب كبير جداً بس خلاص يا رجالة احنا نقفل الصفحة من دلوقتي حنوقف الاحتفالات حنأجل الفرحة كمان لان من بكرة الكلام ده مش من بكرة اللي هو بكرة من بكرة اللي هو كان تقريباً تاني يوم مباراة نادي الزمالك عندكم الجماهير حتطلبكم ببطولة جديدة هي دي جماهير النادي الأهلي ولازم تكونوا عندكم طبعاً عندكم بطولة كاس مصر ولازم تكونوا على قد المسئولية وكان الكابتن الخطيب حاسس بنوع من أنواع الأهلي اللي أنا كنت بكلمكم عليه ويمكن جماهير النادي الأهلي كانت عايشاه قبل مباراة نادي الزمالك لكن أنا بأكد لحضراتكم أنه كان صعب أنك تحول على طول وتعمل تن قوت أنك بعد الفرحة والانتصار الكبير أنك تخش على مباراة مهمة زي مباراة قبل نهاء الكاس ومع فريق كبير زي الاتحاد وتعمل هذا الأداء وهذه النتيجة